مباريات يعني كارتيرون لما طلع المدير الفني النادي الزمالك لما طلع اتكلم قالك مباريات ودية حضرتك لما كنت بتتكلم تقصد مبارياتك انت؟ اكيد لان احنا شفنا مباراة ودية ما شفناش مباراة ولسه واللي جاي كمان ولكن كل الناس ناس اه كل الاندية اندية كبيرة واندية محترمة لما حضرتك تيجي تتكلم لمستر كارتيرون هو بيقول ان الاهلي فاضلوا بقيت ما تشطوا هاي اللي ودية لأ ده بينطبق عليك انت مش على النادي الاهلي الناس بتلعب النادي الاهلي بدوافع اخرى واعتقد كانت واضحة في مباراة الاهلي والاسماعيلي والزمالك هو مش انا اللي بقول برضو في ناس كتيرة بتقول هذا الكلام بعض منهم رموز من نادي الزمالك قالوا هذا الكلام قالوا يعني في مباريات الاهلي بيبقال لها دوافع تانية للاندية الاخرى يعني وبالتالي لما حضرتك تشوف لما تيجي تتكلم وتقول ان النادي الاهلي هيلعب مباراة ودية انا عارف ان انت عايز تصدر ضغط وعايز 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 ولكن ما هو نفس الكلام بينطبق عليك وواضحة بقى ده في الملعب واضحة على الال وسبحان الله في مباراة الاهلي والاسماعيلي ويمكن الكابتن حسني عبدالرب وتكلم في هذه النقطة في مباراة الاهلي والاسماعيلي النادي الاسماعيلي تسعين دقيقة اللاعبين كلهم بيجروا في كل حتة وبيبوتوا نفسهم في كل مكان ومستوى رائع جدا للنادي الاسماعيلي في مباراة الزمالك لانه مشوار طويل جدا وفارق ايام قليل جدا ما بين المباراة وده اللي احنا اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم قبل كده فالحقيقة لما تيجي تبص على الموضوع كله من الاول الاخر مساندة مساندة هتفضل موجودة مننا واعتقد من كل جمهور النادي مش اعتقد انا بأجزم ان كل جمهور النادي الاهلي حيقف وراء فريقه خلال الاربع مباريات القادمة لانه في النهاية احنا ان شاء الله ان شاء الله مش هنبص لاي حد ولا هنبص لاي حاجة غير في نهاية الدورة ان شاء الله يوم الجمعة سبعة وعشرين